السلام عليكم إخواني وأخواتي حياكم الله معكم محمد العمصي وفي اللقاء الأخير من أو محاضرة الأخيرة من دورة نظام روح أن تكون عظيما لا يعني معرفة كل شيء بل امتلاك ما يكفي من العاطفة اتجاه نفسك كذا تعلمت خلال السنوات الماضية حقيقة لنا إخواني وأخواتي عندما بدأت هذه الدورة دورة نظام روح كانت محاولة قبل عدة سنوات كانت محاولة لإيجاد نظام روحي جديد لا يعتمد على الاعتقاد العامة والتصورات البديهية الغير مفحوصة علميا وفلسفيا في مهمة لرسم الصورة النهائية للواقعية هذه المهمة طبعا من الضروري لها حسب رأيي أن تكون تحدد طبيعة الذات طبيعة الوجود والعلاقة بينهم أيضا يفترض بهذه النظرة النهائية أن تقدم حلول للمسائل والقضايا الوجودية الأخرى كحقيقة القدرات الروحية الحياة بعد الموت المعنى والغاية من الحياة وأتمنى أن كل هذا أجبت عليه في هذه الدورة طبعا النظرة التي وصلت إليها بعد كل هذه المعلومات يعني هي نظرة غريبة للإنسان العادي إذا سمع أول مرة أننا نعيش في عقل واحد بأن طبيعة العالم هي طبيعة عقلية ليست طبيعة مادية بأن المادية الاختزالية هي طبيعة غير منطقية ولا تستطيع أن تحتوي العالم الذي نعيش فيه وأن القدرات الروحية موجودة إلى حد ما في الغالب أنا ما كنت مؤمن بهذه الأفكار لكن حاليا أعتقد أن هي أقرب صورة للواقعية مثل ما شرحت لكم في هذه الدورة فنظرة الحالية هي المثالية الموضوعية أو صورة منها أنا أعتقد بصورة من المثالية الموضوعية وأعتقد أن هذه رحلة السنوات العشر في البحث في القضايا الروحية أعطتني في النهاية قدرة على استعاب معنى تجارب الروحية وإيجاد صورة لذاتي ومعنى صورة لذاتي وللكوم والعلاقة بينهما تتفق مع هذه التجارب أعتقد أني نجحت إلى حد كبير في هذه النقطة وأعتقد أني نجحت إلى حد كبير في شرح هذه الرؤية وهذه الصورة النهائية للواقعية إليكم أتمنى أني نجحت بالنسبة لك إذا أنت وصلتك الصورة وشعرت بأنك أنت استوعبت الخطوط العريضة لها شعرت أنه منطقية هذه الصورة شعرت بأنها توفر حل منطقي للتجارب الروحية وحل منطقي للقضايا الروحية الأساسية والأهم عفوا إذا شعرت باتصال قلبي وأثارت في داخلك هذا الإطمئنان لأنها الحقيقة النهائية للواقعية أعتقد أني أنا نجحت في بناء هذا النظام وهذه الصورة أو هذه الصورة النهائية للواقعية هي التي استهلكت وقتي وجهدي حقيقة لما بدأت في التكوين هذه الدورة ما كانت بهذا الحجم وما كانت بهذه الرؤية فأنفقت الكثير من الوقت والجهد في بحث المسائل للحياة بعد الموت وطبيعتها وطبيعة الروح وغيرها من الأشياء التي كانت المذاهب الروحية تقدمها هي الآن هذه المعلومات لما أنا أتحدث عن الحياة بعد الموت أو أتحدث عن وجود الروح وأتحدث عن الطبيعة النهائية للواقعية والعقل الكوني هذه الأشياء تقولها الروحانية التقليدية لم أأتي بشيء جديد ما أتيت به هو تبرير هذه المعتقدات ليس أنك لست مضطر للاعتقاد بهذه الأفكار اعتقاداً أعمى بل لديك قدرة على تبريرها أتمنى أني وفرت هذا الشيء ولو بشكل بسيط طبعاً دورتي هذه على الرغم من ضخامتها هي لا تغنيك عن البحث والدراسة بنفسك إذا أنت كنت مهتم جداً مثلاً بالمناظرات أو مهتم جداً بالدفاع عن وجهة النظر الروحانية هذه اللي هي المثالية الموضوعية أو نسخة منها في المحاضر والمجالات الأكاديمية والمجالات الفكرية والمناظرات بتأكيد تحتاج إلى دراسة أكبر بكثير من أني وفرتها كل ما وفرته هو لك الخطوط العريضة اللي يساعدك في قبول هذه الرؤية أولاً ثم نشرها بدرجة معقولة من المصدقية لما تكون أنت مستوعب هذه الصورة وقادر على الدفاع عنها وذلك خلفية عن المراجع وحوفر هذا موجود ستكون في ملف مراجع إن شاء الله لمن أحب أن يتوسع ستجد مراجع عميقة جداً سأضع فيها كمية كبيرة مراجع حوالي 200 مرجع إذا أحببت أنك تتعمق رح تجد مكان للتعمق وتجد كل النقاط التي حدثت عنها بشكل كبير يعني تستطيع أنك تعود إليهم ما أهم درس علمتنا دورة نظام روح هو عدم اتخاذ موقف التجاهة روحانية من زاوية واحدة لا تتبع روحانية فقط كمعتقدات عمياء لا تعتقد بالفلسفة أو العلم بشكل مفرد وتكلمت عن عيوب كل واحدة تكلمت عن عيوب الاعتقاد وكنت عيوب الفلسفة وعيوب العلم عفواً عيوب العلم أولاً ثم عيوب الفلسفة تحدثت عن يعني تجربتي يعني في البداية بدأت كأغلب البشر بنظرة ثنائية للحياة إنه هناك عالم مادي هناك عالم روحاني شبحي موازي له بأن الأموات عندما يموتون يذهبون إلى العالم الآخر بعيداً عنها وإنه إحنا ممكن نزور هذا العالم من خلال التجارب الرحانية وما شابه وطبعاً مررت بهذا المشكلة لما أنت تقبل مثل هذه الأفكار بدون دليل هذا يفتح عقلك على كل أشكال الخرافات كل أشكال المعتقدات الخاطئة لأنه لا تستطيع أنك تلمح المشكلة في الثنائية تحتاج أنك تبحث فيها وأعتقد أن المشكلة الأكبر في الاعتقاد الأعمى أنه عندما يصدمك المنهج العلمي تكتشف أنه هناك علم وهناك بحث هناك أشخاص يركبون على هذه الموجة ويسوقون مثلاً للمادية الاختزالية على أنها العلم وبالتالي راح يعني هذا راح بسبب الجهل السابق والخرافات التي تعتقد بها سنترك النظر الثنائي بشكل كامل وتعتمد المادية الاختزالية على أنها الحقيقة وستأخذ وقت طويل حتى تستوعب عيوب المادية الاختزالية وأنها لجسة العلم والمشاكل الكثيرة اللي فيها واللي تحدثنا عنها بشكل واضح خاصة المشكلة الصعبة للوعي وطبيعة الإكوالية وغيرها من المشاكل اللي كنا نتكلمها والشهادات حول التجارب الروحانية وحقيقتها طبعاً غياب الذات أو وهم الذات وهم حرية الإرادة والغياب المعنى وكل الأشياء التي لا تستطيع المادية الاختزالية احتوائه وأيضاً ما تسبب لك من قلق وجودي واكتئاب هذا مررت فيه لفترة طويلة من الحياتي يعني لسنوات طويلة عنيت من هذا الاكتئاب الوجودي إذا كانت النظرة المادية الاختزالية نظرة صحيحة لا يوجد معنى للوجود حقيقة يعني ففقط من خلال البحث الفلسفي استطعت أن أخرج من دوامة القلق الوجودي دوامة الاكتئاب الوجودي استطعت أن أحقق حرية الوجودية من خلال البحث الفلسفي هذا لا يتوفر في العادة يعني في المنهج العلمي العلم لا يوفر لك خريط الطريق لكيف تحيي حياتك أو كيف تعامل جيرانك أو كيف تتعامل مع نفسك العلم لا يقرر لك هذه الأشياء هو يخبرك فقط سلوكيات الطبيعة العلاقات بين الكميات الفيزيائية كيف العالم يتصرف لا يخبر لك ما هو جوهر العالم لا يجب عن أعمق أسرار الوجود والروح التي نبحث عنها بشكل فطري ففقط من خلال الفلسفة استطعت أن أخرج من هذا الدوامة استطعت أن أجمع معارفي وتجاربي وأجمعها كلها في دورة نظام روح أنا لا أقول أنه كل ما هي في الدورة هو الحقيقة المطلقة لا أزعم بأن المثالية الموضوعية بالصيغة التي أفهمها الآن هي الحقيقة المطلقة ربما هناك تفاصيل أخرى داخل الرؤية هذه يعني ربما تكون أكثر دقة لكن هي أفضل بكثير من المادية الاختزالية أنا واثق من هذا الشيء على الأقل أنا واثق بأن المثالية الموضوعية أفضل من المادية الاختزالية وتوفر إطار أفضل للعالم وأعتقد أن الحقيقة تكمن فيها هناك أشياء كثيرة في المثالية الموضوعية بخارج دائرة اليقين وخارج الأدلة ولا أستطيع أن أثبتها لكن أنا حقيقة لا أعتقد بأن هذا المهم الإطار العام اللي وفرته المثالية الموضوعية أو الصورة التي تبنيناها منها عطتنا فرصة لأنه ندرك الحقاق الأساسية أنه هناك أن الموت ليس النهاية مثلا أنه القدرات الروحانية ممكنة أو القدرات الخارقة ممكنة إلى حد معين هي لا تقول بأن كل هذه الأشياء ستحصل لكن هي توفر لنا الإطار الذي يسمح للأمور الروحانية واللحياة بعد الموت لحرية الاختيار ووجود الذات تسمح لهذه الأمور أن تكون موجودة بدونها أو في إطار المادية الاختزالية كل هذا مستحيل والأهم أنه هي توفر لنا نقطة أهم من هذا كله أرغب أن أشارككم فيه أنه هي تعطينا نظرة موضوعية ذاتية أيضا للوجود تصنع معنى وتصنع منطق وتصنع أخيرا نظرة منطقية أستطيع أن أزعم بأنه جميع تجاربي الروحانية جميع معارف العلمية جميع معارف الفلسفية أخيرا أستطيع أن أضعها في بناء منطقي ضمن المثالية الموضوعية لذلك أعتقد بأنها الأقرب للصحة من المادية الاختزالية أوكي ممكن يكون فيه صورة أخرى أعمق منها لكن لا أعلمها لكن أعرف أن هذا هو الاتجاه الصحيح على الأقل يعني المثالية الموضوعية مثل ما ذكرت لا تصنع لنا عالم يختلف كثيرا على العالم الذي نعيش فيه يعني لا زال هناك عالم يسير موضوعي يسير بقوانين محددة يسير بقوانين منتظم يعني تبدو المثالية الموضوعية أحيانا كأنها المادية ولكن ترتدي يعني ثوب روحاني شامل يعني لا يعني أن أفكارنا وتعالجنا طبعا القضايا هذه كلها لماذا الأفكارنا لا تقفز من عقولنا إلى العالم الخارجي تكلم عن انفصام العقول عن العقل الكوني عن طبيعة الموت تحدثنا الأشياء كلها ليس هناك يعني هذه النظرة الموضوعية المثالية الموضوعية لا تفترض شيء جديد في العلم العلم لأنه العلم مثل ما ذكرنا هو يدرس فقط العلاقات لا يخبرنا جواهر الأشياء فهي لن تضيف شيء جديد للعلم ولن تضيف لنا معارف جديدة علمية هي فقط ستضم تعطينا تصور عامل الواقعية أكثر منطقية وأكثر اقتصادا من ناحية الفلسفية والأهم أنها تمنحنا يعني نوع من الراحة الوجودية تمام وراحة عميقة إذا أنت اتصلت في المثالية الموضوعية كتجربة ذاتية وأعتقد أنه عملي في السنوات القدمة حيتمحور حول هذا الأمر كيف يفيد تطبيق المثالية الموضوعية من عالم الأفكار وعالم الفلسفة إلى الحياة اليومية تطبيقية كيف نتصل بالوجود إذا كان الوجود عقلي وليس مادي منفصل عننا إذا كان العالم الخارجي نحن امتداد وصورة من العالم الخارجي ولسنا منفصلين عنه كيف هذا سنعكس في سلوكنا اليومي كيف ممكن نشعر بهذا الأمر في حياتنا اليومية هذا هو المستقبل أعتقد وهذا هو العمل اللي يجب أن نصرف الوقت فيه وأنك تستشعره أرغب في أني رغم أنا أعترف بهذا الشيء رغم أني ما وفرت نظام روحي بالمعنى التقليدي اللي هو تمرينات يومية وجوانب عملية كثيرة لكن بالنسبة لي يعني دورة نظام روح والفلسفة اللي موجودة فيها كمشروع بدأ من سنوان ثم تميته الآن أو على الأقل يعني وصلت إلى نهاية مرضية بالنسبة له أعتقد أنه خدم الغاية اللي هو توفير مثل ما ذكرت صورة نهائية للواقعية تحتوي كل تجاربي ومعارفي تجارب روحية ومعارفي العقلية وجوانب النفسية والعقلية والروحية مثل ما ذكرت أعتقد أنه في المستقبل في السنوات القادمة حصر في وقت وجهدي فيه تجسيد وتقريب الصورة المثالية الموضوعية للبشر للآخرين وتشجيعهم على تقبل هذه النظرة نظرة للعالم لأنها تعالجة الكثير هي تعالجة الكثير تعيد اتصالنا بالكون تعطينا الشعور بالراحة تساعدنا في الغرق في ممارستنا روحية دلنا قلق تساعدنا في التركيز في استكشاف الوعي وأعتقد بأنه أيضا تساعدنا في إيجاد مساحة كافية لمشاركة الآخرين فيما نكتسبه من معارف ومن عاطفة اتجاه نفسك لأنه تدرك في النهاية أنه لا يمكنك نتعرف كل شيء كل ما ذكرته أنا واثق أنه بعضكم متعمق في بعض الجوانب العلمية والفلسفية وشرحي لها ممكن ما يكون بالتعمق الكافري بعضكم لكن أنا أعتقد بأنه ليس الهدف هذا أن نعرف كل شيء الهدف أنه نستطيع أنه نقترب قدر الإمكان من أو نصنع حدود عامة صورة عامة نستطيع أن نملأها لاحقا خلال حياتنا في مثال أريد أن أضرب لكم من حياة اليومية أنه كيف يبدو الأمر بالنسبة للشخص يعتقد الآن بالمثالية الموضوعية كيف يرى العالم ضمن هذه النظرة عندما حاولت عندما أدركت طبيعة الكوالية أو تجربة ذاتية وأنه طبيعة العالم هو امتداد للتجربة العقلية هو تجربة عقلية في الأساس هذا ساعدني أكثر أن أنغمس في تجارب اليومية حتى ممارسة بسيطة مثل الذهاب إلى الحلاق أصبحت من شيء ممل أو عادي إلى شيء يعني فيه نوع من الاتصال بالعالم ككل لما تشعر بأنه الحاسيس اللي تشعر بها الأصوات المشاعر كل شيء تشعر به هو جزء من العالم الحقيقي ليس أوهام يصنعها عقلك أنت لا تريش في الصورة من العالم الحقيقي داخل عقلك بل تعيش العالم الحقيقي كما هو لما تقتنع بهذا الفكرة وتشعر بهذا الاتصال بالكون كل تجربة حتى لو كانت بسيطة حتكون مميزة حتى أبسط الأشياء مثل النظر إلى زهرة مثل تناول الطعام اللي هو مفهوم المايندفولنس الحضور تستطيع أنك تدخله في كل شيء الآن بقناعة ليس كممارسة لا توجد لديك هذه الأسئلة الوجودية العميقة اللي تسبب لك قلق وجودي لديك الإذن الآن بالاتصال بالكون أعتقد أنه يعني إذا كان هذا الشيء وصلك هذا الإحساس وصلك وهذه المعاني وصلتك واستوعبتها في من أعماقك أعتقد أنه هذه أعظم يعني هدية ممكن أقدمها إليك وممكن تكون يعني أكثر فائدة من جميع المعلومات والمعارف اللي أنا قدمت هنا فقط القدرة أنك تعطي لنفسك الإذن بالانسجام بالكون بهذا الطريقة بهذا المستوى من الوعي هو كل ما نحتاجه حقيقة أنه نبدأ نمارس حياة حققية بعيدا عن الخرافات وبعيدا عن الأفكار السلبية تمام في رسالة أخيرة طبعا أتمنى أنه هذا يتحول إلى كتاب أنا أسعى لتحويل الدورة هذه الكتاب إن شاء الله في المستقبل أتمنى أنه تولد روحانية جديدة وفي بوادر لهذا الأمر حقيقة أنا أجد نهضة للرحانية الشاملة البان سايكزم والمثالية المذهب المثالية أجد لها عودة أجد عودة للرحانية العقلانية في الوسط الأكاديمي وتمنى أنه تنشأ مثل هذه الروحانية الجديدة وأنها تساعدنا على تشكيل كوننا الحالي بشكل أفضل الروحانية الجديدة هذه القادمة أنا أعتقد أنها ستستطيع أن توجه مواردنا وأدواتنا العلمية وتكنولوجية لخدمة صحتنا النفسية وصحة الكوكب وصحة الكون إذا استطعنا أن نعكس هذه المعرفة الداخلية لدينا إلى الخارج أعتقد أن الكون سيكون مكان أفضل بكثير والجنة اللي كانت في عقول في عقول المذاهب الروحانية التقليدي أعتقد أنه ستبدأ تتجسد في هذا العالم الحقيقي لا يجب أن ننكر العلم لا يجب أن ننكر المنطق كل هذا جزء من النظرة الواسعة الشاملة طيب أنت ممكن تسأل الآن حتى إذا أنت وصلتك الهدية واستطاعت أنك تتقبل هذه النظرة واقتناعت فيها بأعماقك واستطاعت أنك تدرك الأدلة اللي تقف وراءها واستطاعت أنك تستوعب المعلومات الموجودة في هذه الدورة واقتناعت بمدى صلاحيتها ومدى قوتها شو ممكن أن تتقدم؟ أنا أعتقد أنه واحد منكم في يوم الأيام واحد بيسمعني الآن أنا ممكن ما أستطيع يعني أنشر المعرفة هذه بشكل كبير أو ممكن ما أستطيع أني أنا أشاركها للعدد الكافي لكن أنا واثق أنه واحد من الأيام هذا المعارف إذا توثقت في كتاب أو شيء واحد قرأها لاحق أنا متأكد راح يكون بارقة أمل ويساعد في إيقاظ على الأقل يمنح العقول والقلوب الراحة النفسية والحرية الوجودية اللي أنا شعرت فيها أتمنى أنه يعني تنقل لعدد أكبر من العقول والقلوب أعتقد أن هذه الرسالة مهمة نادلا ما تجد في حياتك الرسالة اللي هي تستحق فعلا وجودك وتستحق فعلا مجهوداتك وتستحق فعلا تعبك لأجلها في الحياة أعتقد أن وجدت هذا الشيء وجدت هدفي وغايته في الحياة مثل ما ذكرت هي مشاركة أكبر قدر ممكن من الناس بهذا التصور وتطويره تطوير هذا الفكر وتطوير هذه التصورات هذه اللي ذكرتها في الدورة والتعبير عنها بكل ما أستطيع عن طريق أن أكون كاتب أو صانع محتوى أو أيا كان بأي طريقة أستطيع أن أنشر في هذا المعارف وأطبق أولا في حياتي وأساعد الناس في تطبيقه في الجوانب العملية فإذا ساهمت في هذا الشيء ساعدتك على الوصول إلى السلامة الداخلي واستطعت أنك توصلها لشخص آخر أعتقد أنك أنت أنجزت شيء منتاز فعنا تحياتي إذا وصلت فعلا لهذه النقطة في الدورة أعتقد أنه كان إنجاز كبير يعني أبرسل لك تحياتي في النهاية وبتمنى لك تأخذ هذه الهدية وتستثمرها بأفضل ما تستطيع فيه الحياة وإحنا أعتقد أني يعني عبرت في الدورة أكثر بكثير مما أستطيع الآن حديثه الحديث عنه لا أستطيع الآن أن أتكلم أو أتحدث بأشياء أكثر من اللي أنا أتحدث فيها كانت دورة طويلة جدا وعبرت فيها عن كل شيء تقريبا يعني شيء أساسي أو عام مهم حاولت التعبير عنه أتمنى أني وصلت الفكرة صحيحة وأعتقد أن الدورة هنا تمت تمت الدورة يعني لا أستطيع أن أقول بشكل مثالي أو أفضل ما يمكن بالتأكيد دائما في مجال الإبداع لكن يجب أنه في النقطة معينة يعني أنه نقدم ما نستطيع فهذا كل شيء أستطيع أني أنا أقدمه أو أقوله حتجدني دائما موجود فيه حترك أنا الإيميل اللي ممكن تتواصل معي فيه إذا كان عندكم أي سئلة أو استفسرات أو نقاشات أو اقترحات حتى أو حتى إدارة أنك مجرد تشارك فكرة معينة في رأسك حتيح الإيميل وممكن تتواصل معي من خلاله تمام ممكن تتواصل معي من خلال الإيميل وأتمنى أنك استفدت من هذه الدورة وأتمنى أنك تطبقها في حياتك وتنشرها إذا اقتنعت فيها وصلتك تنشرها لشخص آخر تمام لا أقول إلى الودع بل إلى لقاء آخر وأشكركم على مرافقتي في هذه الرحلة الجميلة جدا في هذه الدورة الرائعة أجمل دورة قدمتها في حياتي في الحقيقة وأراكم ربما في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته